منذ توقيع اتفاق عودة العلاقات بين السعودية وإيران قبل أكثر من شهرين برعاية صينية كان جليا أن الأزمة في اليمن ستكون الاختبار الحقيقي لجدية نظام طهران ومدى التزامه ببند الاتفاق لا سيما تلك المتعلقة باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وكذلك ما نص عليه الاتفاق من بدل الجهود لتعزيز السلم والأمن الأقليمي والدولي وبعد أسابيع من إعلان الاتفاق بين طهران والرياض تأتي إفادة المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ لتؤكد ما رجحه محللون حين أعلن الاتفاق فالمبعوث الأمريكي قال إن إيران تواصل توريد الأسلحة والمخدرات إلى ميليشيا الحوثي بما يغذي الصراع في اليمن ويدفع نحو المزيد من إراقة الدماء واتفاقم معاناة الشعب اليمني كما يعزز من قدرة الميليشيا الحوثية على استهداف المصالح السعودية برغم توقيع اتفاق عودة العلاقات الإيرانية مع المملكة ما يرجح معه في رأي مراقبين أن نظام طهران لم يرد من الاتفاق سوى المناورة وكسب الوقت لصالح مخططاته التوسعية في البنطقة ومينما تتواصل الجهود السعودية والإقليمية والدولية لتمديد التهديئة الحالية في اليمن برغم الانتهاك المتكرر لها من جانب ميليشيا الحوثي يأتي الدور الإيراني بمثابة صب للزيت على النار الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة تتعلق بمدى قدرة التهديئة الحذرة الحالية في اليمن على الصمود وكذلك تتعلق بجدوى الاتفاق السعودي مع النظام الإيراني في ظل إصراره على المضي قدما في سياسته العدائية تجاه دول المنطقة من منطلقات طائفية ومذهبية تلك السياسات التي حولت عددا من دول المنطقة إلى ساحات حرب بالوكالة بين إيران وخصومها الإقليميين والدوليين وأضرت كثيرا بالسلم والأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط